في الحاضر لكن خلونا نتكلم في الحاضر والمستقبل المستقبل إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم في بطول الدوري أبطال أفريقيا في الدور قبل النهاية مباراة الزهاب مباراة مهمة ومباراة صعبة أمام مازمبي وكلنا عارفين أن مازمبي فريق محترم المباراة دي هتكون في ظروف صعبة أولا يعني أنا هنا مستغرب كمان الاتحاد الأفريقي اللي لعب مباراة سيمبة كانت توقيت مساء بالليل وبعد كده أصبح يعني مباراة التحاد الأفريقي أو دوري أبطال أفريقيا عصرا وكأن ما فيش مسابقة أو موعيد منتظمة وفي رؤية مستقبلية لبطول الدوري أبطال أفريقيا البطولة الأهم في بطولة أفريقيا كنا بننادي وبنقول لتحاد الأفريقي لازم تكون مسابقتك بشكل أفضل علشان النهاردة السلعة والمنتج اسمه دوري أبطال أفريقيا يتوج بشكل أفضل يكون فيه ظروف ملاعب أفضل فيه ظروف مناخية أفضل توفر جو أفضل للعبين لكن خلاص المباراة هتكون الساعة 3 عصرا في ملعب مازنب إن شاء الله المباراة زم ما احنا عارفين هتكون من نجيل صنوعي أو أرضية الملعب من النجيل الصنوعي النادي الأهلي بكرة إن شاء الله لعب النادي الأهلي قبل الصفر وقبل التوجه إلى الكنغو بكرة التدريبات هتكون في ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر في ملاعب الترتان هناك النادي الأهلي هيؤدي التمرينة الأخيرة قبل الصفر إن شاء الله على ملاعب مدينة نصر ملاعب الترتان النجيل الصناعي علشان اللعبة تتكيف واللعبة تتعود على أرضية الملعب علشان هناك الملعب طبعا زي ما احنا عارفين ملعب النجيل الصناعي غير ملعب النجيل الطبيعي كمان طبط الكورة مستوى الكورة الباص بتاع الكورة كل الأمور دي لما بتجري وبتغير اتجاهك علشان كده الفترة اللي جاية اليوم من الثلاثة اللي جايين لعب النادي الأهلي هيبدأوا التدريبات على ملاعب النجيل الصناعي المباراة مهمة والمباراة صعبة احنا أبطال دوري أبطال أفريقا في البطولة السابقة عندنا أمال وعندنا ثقة في لعب النادي الأهلي وفي الجهاز الفني قبل كده مرنا بظروف صعبة وكانت صعبة جدا وكانت هزيمة أمام سانداونز السنة اللي فاتت وكانت بعد الهزيمة تغير المصار 360 درجة علشان كده دايما يا جماهير النادي الأهلي لازم نتمسك بالأمل لازم يكون عندنا ثقة في الجهاز الفني ميستر كولر ميستر كولر لانا هجيله دلوقتي وهتكلم عنه وهديله حقه علشان الكلام اللي قاعد يتقال بعد مباراة الأمس ولسه هاجل المباراة الأمس لكن دايماً احنا بنبص للفترة اللي جاية الفترة المهمة تبتتكلم في بطول الدوري أبطال أفريقيا في الدور قبل النهائي وبالمناسبة الدور اللي جاي ماتشين ماتشين يعني الفرقة محتاجة دعم ومسندة ومؤذرة مش المباراة اللي جاية بس ما خلي بالك المباراة اللي جاية ممكن تكسب ممكن تتعادل ممكن تخسر لكن عندك شوت تاني في القاهرة تقدر ان شاء الله تعوض فيه علشان كده الدعم والمسندة محتاجينهم الفترة اللي جاية بشكل مهم جداً للعب النادي الأهلي اللي هم عودونا دايماً في اللحظات الصعبة بيفواءوا الناس بيدونا دايماً بارقة أمل ان النادي الأهلي قادر على صنع أي شيء مستحيل مباراة الأمس الناس زعلانا وحقق انها تزعل ان جمهور النادي الأهلي دايماً هو اللي بيساند هو اللي بيدعم لعب النادي الأهلي نبدأ نلم الأمور بسرعة علشان اللي جاي واللي جاي مهم جداً خلونا نتكلم بواقعية مباراة الأمس وإحنا بنتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك مباراة قمة كل فري ما بيحبش يخسروا خاصة النادي الأهلي بتاريخه في السنين السابقة نادي الأهلي لمحاء أرقام إعجازية أمام نادي الزمالك اشتركوا في القناة